عندما حاولت اعمل استيراد لهذا القالب طلع معي مشكلة فرحت قررت اني اعمل استيراد لقالب تاني رحت اعطيته cancel هون وعطيته رجوع رحت اخترت هذا القالب وعطيته import نفس الشي نفس المبدأ بس كأنه في عندهم مشكلة بهذاك القالب فلهيك اخترت هذا القالب بداله ما رح يختلف علينا الشي رح نحاول نعدل على كل شي بهذا القالب لما بتطلع معكم هاي المشكلة بضغط على هاي delay اول شي مشان يحدف لي اي شي نزل والقالب الاديم وبرجع بعطي import بروح بنزلي هذا القالب الجديد لما بيخلص بروح بعطيني رسالة مثل هاي رسالة ان كل الامور تمام وتم استيراد للقالب مع الصفحات مع المنتجات مع كل شي هلأ بنكبس على visit site بيفتح لنا صفحة جديدة متل ما انا شايفين القالب متل ما هو عمل له استيراد وصار عندنا هلأ بالموقع بالدومين تابعنا رح نحاول نفهم شو اللي صار عندنا هلأ هلا متل ما انا شايفين راح جاب لوغو حطوا هون بعدين يسوي قوائم عمل القوائم هاي وحطرنا السلة صارت السلة كمان جاهزة محل ما الواحد بده يشتري اعمل import لأقسام الموقع تابعنا للصفحة الرئيسية نزل شوية منتجات بالصفحة الرئيسية كمان هون ينزل قسم ثاني بشكل عام التصميم كتير رائع وفينا نعتمده متجرنا بس نحنا اكيد لازم نحزف دول المنتجات بالاخير ونزل المنتجات تبعيتنا وبهاي الطريقة نحنا وفرنا كتير وقت مشا ما نبلش شي من الصفر راح نروح نشوف الشوب هون محل ما بيكون المنتجات تبعوتنا نازلين هاي صفحة المنتجات الصفحة كتير واضحة هلا ازا حبينا نزور مثلا منتج معين نكبس عليه متل ما انا شايفين صورة المنتج هون في الواحد يعمل زوم عليه هون في الوصف تبع المنتج قديس سعره عنوانه هون في عنا تقييم المنتج ازا اجاز زبون او اجاز زائر يقيم المنتج تحت في عنا الفوتر او التذييل تبع الصفحة كمان مقسمه بطريقة كتير حلوة هون في عنا السوشال ميديا ازا بنربط موقعنا مع الفيسبوك مع تويتر هلا منشوف كيف منعدل على كل شي هون بس نحنا اللي عم نعطي لمحة عامة شو اللي نزلنا لما عملنا استيراد لهذا القالب عملنا كمان عمل صفحات معينة هاي الاباوت فيه نغير هذا التكست كليات وهذا النص كونتاكت تبع الاتصال اتصل بنا بنشوف عملنا فورم كتير حلوة هون ازا حدا بدي يتصل فينا بيكتب اسمه اسمه الاخير و ايميله بيكتب رسالة تبعه و بيكبس على send كمان في عنا الخارطة وهون عنا ارقام التليفونات وين عنوانه هلا بهاي طريقة رح يشوفوا الزوار تبع الموقع تبعنا رح يشوفوا موقعنا